يعني خلينا في الأول نتكلم عن مشروع أهل مصر مشروع كبير جداً ليه هو مشروع كبير دي أول حاجة؟ ليه اخترنا المحافظات الحدودية؟ وإيه الأهداف الرئيسية خليني أقول من المشروع؟ بسي أهل مصر مشروع بيهتم بالأماكن الحدودية بيهتم بالبني آدم في الأماكن الحدودية إحنا عندنا أربع أعمدة أساسية في مصر أو أربع أركان كل رقم فيها إحنا نعتبرهم الأربع أعمدة اللي البلد بتقف عليها غير القلب النبض اللي هو العاصمة ولو بصينا شوية للإنسان اللي موجود في الأماكن الحدودية دي هنلاقي أنه لازم يبقى عنده اهتمام ثقافي وفني نهتمي بيه ثقافياً وفنياً لأن احنا لو قدرنا نعمل دوت هنحصل على إنسان إيجابي يقدر يغير في الشخصية المصرية ويتورها ويضيف لمصر قيمة قيمة إحنا بندور عليها ملهاش تمن ماد يعني أنتم بتقدرش تقولي لي الأخلاق أو الصدق بكام؟ الستر بكام؟ الحاجات دي ملهاش تمن لكن قيمة بترقى بالمجتمع الأمان كمان والأمان بكام؟ الحاجات كتير أو ملهاش تمن مدي لكنها مهمة وزرعتها مهمة جداً عند الشخصية المصرية إحنا هتمينا بتلت فئات فئة الطفل من الطفل لحد 18 سنة وهتمينا بالشباب وهتمينا بالمرأة الشباب طبعاً الجنسين سواء الولد أو البنت وهتمينا بالمرأة الشباب لحد 35 ومن المرأة مفتوحة من فتاة بس بحكم أن المرأة لها دور أساسي في الأماكن الحدودية المرأة هي العمود الأساسي للأسرة في الأماكن السحراوية والبدوية لأنها طبيعة صلدة هؤلنا أننا نتجه لهم؟ هتعملوا فنياً هتعملوا إيه بقى مع الثلاث؟ إحنا بنشغل بطريقة مختلفة إحنا بنشغل على ثلاث حاجات إحنا بنحاول أن نبقى منتلي أو ثقافياً يعني على مستوى الأفكار يعني أن يبقى في الأفكار اللي نحنا نتعامل معهم على مستوى الأطفال بنعلم الولاد يشتغلوا إزاي يقدر يفكر في مستقبله يقدر يحلم إزاي شايف ممكن يغير في البلد إزاي يطور إزاي يشتغل صحافة يشتغل رواية يشتغل كتابة يشتغل إزاعة يجرب أنه هو يعمل لنفسه ده هناك ولا هنا؟ لا إحنا بنعمل لهم دمج للم الولاد في حاجة فيه نشاطات بيتمي هناك وفيه نشاطات بيتمي فيها دمج الولاد مع بعض في أسبوع بنسميه أسبوع ثقافي للدمج بنجيب الولاد من كل الأماكن الحديدة يعيشوا مع بعض بيتبادلوا ثقافتهم بيتبادلوا التنوع الثقافي لأننا لدينا تنوع ثقافي عظيم على مستوى مصر بشكل عام والأماكن الحديدة بشكل خاص إحنا الأربع أماكن ثقافة صحراوية بدوية مختلفة غير بعض ومع ذلك فيها كل واحدة مميزات مش العكس إحنا مش رحيني نعلمهم إحنا بنتعلم منهم إيه الثقافة اللي عندهم اللي ممكن يدفوها لنا ققيمة مضافلة زي إيه أحكيلي؟ يعني المهارة اليدوية عند المرأة المهارة اليدوية عند الست يعني بيشتغلوا مثلا في بلد كاملة بتشتغل بتلحط وبترسم وبتبني كل أدواتها المنزلية من الزعف والنخيل اللي هي؟ في الوادي الجديد أوكي عندهم مثلا مهرجون للتمور إحنا عندنا أنواع تمور تمر موجود مش موجود حتى في العالم في الوادي الجديد عندنا في سيوة ومطروح أنواع تمور وزاتون مش موجودة في العالم عندنا في سينا زيتونة اللي فعلا شجرة زيتونة مباركة يعني عندنا ورغم أن ده زيتون وده زيتون وده بلح وده بلح غير بعض كل واحد له ميزة أمرنا وفكرنا نجمعهم يعني أنا عارفهم بحكم التور اللي أنت بتعمله لكن لو جمعناهم الموضوع ممكن يفرق كتير ويفرق عالميا على مستوى التجارة على مستوى المهارة المستوى الثاني الولاد الولاد والأفكار الخاصة بالصحر الأطفال صغيرين أنت بتحاول تعلمه مهارة يدوية أو مهارة فنية هو لو قدر في السن ده يعبر عن نفسه بشكل قوي حتى لو بقى دكتور أو مهندس هيبقى قادر يعبر عن مشروعه هيبقى قادر يعبر عن مكانه هيبقى قادر يعبر عن بيته فالقدر على التعبير عند الأطفال لو أنت قدر تتعمل معاه ممارسة فنية أو ممارسة ثقافية ممكن يوصل لأنه يبقى بني أدم إضافة وهتبقى قادر عنه كل الأفكار الظلامية ولما حد يجي يملى دماغه بأفكار هيقدر هو يفنطها الواحد